السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية اليوم سنشارك معكم طريقة تنقية الخرشوف أولى القرنون وكيفية المحافظة على لونه أبيض دون التأكسد مع الهواء نقول بسم الله وندخل مباشرة في المقادير وطريقة التنظيف هنا عندي حوالي واحد كيلوغرام ونصف من القرنون ونحن ندير الأدوات اللي نحن نخدمه بهم هنا لازم يكون لدينا القارس الفارينة والطاحن الأبيض لدينا السكين كبير سكين صغير وملحقة صغيرة ولازم القوانتي والقفازات هنا لدينا اي ايناء نديره فيه الماء نعصره فيه القارس ونديره فيه قطع من القارس ولازم يكون لدينا صحن هذا الصحن يعني الغرض منه أنا رح نديره فوق هدوك الحبات على القرنون هكذا باش ميصعدوش للأعلى ويتأكسدونا مع الهواء يعني لازم نديره لهم امتقل باش يبقوا داخل الماء رح نروح مباشرة للطريقة يعني هنا رح ننحو هدو الجزر ورح نبدأ في نزع الأوراق لازم السكين دعنا يكون حاد جدا باش نجينا هدو العمالية سهلة ونبدأ في نزع الأوراق الواحدة تلو الأخرى وسر الحصول على حبة قرنون تكون متناسقة أو جاملة في النهاية هو طريقة نزع الأوراق يعني هنا ما لازمش نديره هدو الحركة لازم تقطعوها بالسكين فقط هنا هاي لك رح نبرلكم الورقة يعني كنحيوها تصيبوا هديك اللحمة يعني لي كاينة في القرنون يعني بقات في الحبة نفسها ومنحينها في الأوراق يعني ما لازمش نمارسو قواء على الورقة لازم نقطعوها قطع فقط هاي لك أنا رح نكمل بنفس الطريقة وهنا وقتاش رح نحبس من نزع الأوراق يعني لما نلحق المنتصف الحبة يعني هنا الأوراق هدوك اللي خشان بالسف نحيوهم وكاين الأوراق يعني متوسطين ميجوش خشان وميجوش رقق بزاف وكاين داخل داع حبة القرنون يعني تلقوها هدوك الأوراق ضراية بزاف احنا رح نلحقو المنتصف الحبة هنا رح نزيد نحو ورقة او اثنان ورح نكملو الخطوة الموالية هنا توجوه يعني القارس لازم يكون في كل مرة نحو في هالأوراق هكدا باش ما يتأكسدناش مع الهواء لما يكون عندكم عدد لا بأس به من حبات القرنون هنا سكينتاكم لازم تديروه بالطول ما لازمش تديروه وفقيا ورح نبدأ ونقطعو في هادوك الأوراق اللي مزالو يعني كيما راكم تشوفوه في الصورة تماما كيما تشوفوه يعني نحينا الأوراق فقط كيما تشوفوه في القرنون يعني خليناها كامل في الحبه وحافظنا على الشكل اديالها توجوه نديرو الليمون في كل مرحلة هنا يحاولو تقطعو يعني الحبه شوية الفوق بتقطعوها شل تحتها هايليك راح نزيدو نديرو الليمون بنفس طريقة وبواسطة هذا السكين الصغير يعني راح نحاولو نحفره ونحو هادوك الجزء التاع الداخل الكامل بهذه الطريقة راح نكونوا يعني حافظنا على الحبه تاع القرنون واحتفظنا كامل بهذيك اللحمتها هكذا بش المبتدئات يعرفوا ينقو القرنون لانه صراحة يعني طريقة تاعو شوية صعبة راح نجيبو الملعقة ونحفروا بهذيك الحبه تاع القرنون وهنا راح نجيبو الطحين الابيض ونحاولو نغلفو كامل هديك الحبه وهنا الدور تاع الطحين هو وضع طبقة عازلة لمنع التأكسد مع الهواء هنا مباشرة راح نديرون فعداك المالي في القارص ورح نحط الصحن هكذا بش هدوك الحبه تاع القرنون ميطلعناش الفوق ويعاودوا يتأكسدونا مع الهواء يعني راح نديرو كل الطرق بش نمنعو هذيك العمليات تاع الأكسده ونحافظو على القرنون يعني باللون الابيض هنازد عود لكم حبه فقط لكن سرات الفيديو ناوليك نحو شوية أوراق ونديرو الليمون نزيدو نحاولو نكملو بنفس الطريقة يعني ننحو الورقه وندوروه ننحو الورقه وندوروه حتى ندلحقوه لمنتصف الحبه راح نحكمو هدك السكين ونوقفوه بالطول ونحاولو نزيدو نحو هدوك الأوراق وانا كما قلت لكم في البداية لما يكونوا عندكم الكثير من الحبات القرنون نحبسوه في هذه المرحلة يعني نقوهم كامل كما راكم تشوفو في الصورة وانبعد بدأو نحولهم الجزء العلوي ونحولهم بالسكين هذك الجزء اللي في الداخل ولما تكونوا تديرو في أي طبخة في هالقرنون يعني حاولوا تديرو هدك المرحلة وهناية تنقية القرنون خلوها آخر مرحلة هكذا باش ما يطولناش هدك القرنون في داخل الماء هنا درت نفس المراحل هنا راح نكمل كامل الحبات بنفس الطريقة هناية الحبات تعلق القرنون راح نقين هنا فقط راح نديرو لهم هدو كرتوشات الأخيرة ومباشرة راح نديروهم في القدر هنا راح نعطو لهم الشكل الجمالي هده راح نحول نحو هدك الجزء العلوي نزيد النحو القليل من الأسوداد يعني إذا القيناه هايليك الحبات اللي تحصلنا عليها يعني من قيم مليح مليح هنا حافظنا على أغلبية هدك اللحم تعل حبات القرنون راح نزيد ونكملوا حبات مع بعض هكذا باش تكون طريقة واضحة هنا راح تتحصلوه في النهاية على حبة القرنون من قيم مليح مليح بيضاء شكلتها أنيق راح تزيد تعطي لكم جمالية للطبق نقطعكم في النهاية أنا وريد لكم طريقة التنظيف للمبتدئات ورح ندير بيها الكثير من الوصفات في فيديوهات قادمة إن شاء الله هذا القرنون ترد به وصفة مندرب القرنون كما راكم تشوفوه في الصورة وإذا حبيتو راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف هذه نهاية الفيديو وإذا عجبتكم طريقة التنظيف ما تنسونيش من اللايك ومشاركة الوصفة والقناة مع الأصدقاء وفي الآخر ما بقى لي إلا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة